اسمحوا لي عمل إشارة هامشية الحقيقة في المدخلة دي أو في الكلمة دي للرئيس عبدالفتاح السيسي لأنه أشار لرقم مهم كلنا عارفينه لكن بمصطلح نستحق أن نقف قدامه هو الستة مليون ضيف الرئيس لم يتحدث عن لاجئين أو نازحين كما يتم الإشارة إليهم في دول كثيرة نهاردة من آفات العدم الاستقرار الأمني والوضع المضطرب اللي احنا عيشنا فيه من 2011 أنه أصبح عندنا مشكلة عالمية اسمها اللاجئين مشكلة الناس اللي بتنزح إما داخليا جوه القطر الواحد أو الوطن الواحد أو الناس اللي بتضطرنها تعبر الحدود بطريقة يعني غير قانونية أو غير شرعية هربا من أوضاع صراع وحرب ويعني مقاسي إنسانية بتتعرض لها فيصبحوا لاجئين في أوطان أخرى وشفنا شعوب كثيرة على مدار العشر سنوات اللي فاتت للأسف فقدوا مش بس فقدوا بردهم وأرضهم وفقدوا ناس عزيزة عليهم لكن فقدوا كمان جزء كبير جدا من يعني إنسانيتهم لما اضطروا أنهم يرحلوا وينزحوا ويفضلوا يروحوا هنا ويروحوا هنا وأحيانا يعملوا بطريقة غير أدمية في كثير من الدول ده ما حصلش في مصر أبدا يعني أنا بفخر الحقيقة وأنا بقول إن إحنا من الدول مش هقول القليلة تكاد تكون الوحيدة اللي ما بتستخدمش مصطلح اللاجئين أبدا إحنا أي حد بيجي عندنا سواء جاي يعني في الظروف سهلة أو ظروف صعبة أو نتيجة لي أو ضع قصية في بلده هو ضيف وبيتشل على العين والرأس محدش عندنا اسمه لاجئ وبالرغم من قصوة التحديات وبالرغم من صعوبة التحديات لم يتم الإشارة إليهم ولا مرة باللاجئين ولم يتم وضعهم في مخيمات لجوء زي ما بيحصل في دول كثيرة وبنشوف مخيمات اللجوء بنسمع التقارير الأممية اللي بتحصل عن اللي بيحصل فيها وعن الانتهاكات والتجاوزات سواء ده كان بيحصل بقصد أو بغير قصد الوضع كله صعب والوضع اللاجئين كله مهين وغير آدمي للأسف يعني الواحد زعلان وهو بيقول كده لكن قضية عالمية ومشكلة عالمية بيتم تسديط الدوء عليها كثيرا في مصر ده ما حصلش الستة مليون اللي جمع عندنا هم ضيوف بيعانوا معنا تحدياتنا وبيقسمونا أفرحنا ومتعبنا وفي نفس الوقت يعني مشقتنا وأفرحنا في نفس الوقت زي اللي بيحصل لنا بيحصل لهم فدي إشارة يعني يمكن هامشية بس هي برضو مرتبطة بالأحداث اللي مر بيها العالم ومرت بيها منطقة الشرق الأوسط من 2011 لحد النهاردة ولدول كثيرة لم نكن نتخيل أن مواطنيها يتحولوا إلى لاجئين تحولوا إلى لاجئين ربنا يديم علينا نعمة الأمن والاستقرار والأمان ونفضل في بلدنا كده مهما كانت الأوضاع صعبة نفضل فيها لحد ما تتحسن ونضطرش أن نخرج هنا أو هنا